السؤال بعد كده بيقول المفروض اطلع زكاة مال ومحتار بانه بين اختي ارملة ومعها بنت في سن جواز ولا اطلعه لحد غريب لنفس المواصفات بالله عليك تلعه لاختك اللي عندها الارملة اللي عندها بنت عايز تجوز عشان تاخد ثوابين ثواب القرابة وثواب الزكاة ايه ده يعني حتى في الزكاة لو اديتها لحد مستحق من قرابتي يبقى فيه ثواب زايد اه طبعا اه طبعا لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لك اجران اجر الصدقة واجر الايه واجر كمان القرابة فانت لو عملت كده هيكون افضل بكتير جدا 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 ان انت تضع هذه الزكاة في مين في غيرك لان الاقربون اولى بالمعروف طيب بس ايه اللي حاصل السؤال ده بيكشف عن شيء مهم جد بيكشف عن ان احنا عندنا مشكلة شديدة جدا جدا في مسألة التعامل مع دواير مجتمع احنا متمين دايما بالدائرة الاوسع معين الدائرة الاقرب دي هي الاهم دائرة الاسرة والعائلة هي الاهم لو كل واحد فينا اهتم بأسرته وعائلته ثم ذهب الى المجتمع لان هو في الاساس ان هي لبنات لابنة اسرتي ثم عائلتي ما هي لابنة حي لابنة بلدتي لابنة يعني البلد كلها والوطن كلها دواير متدخلة ولذلك انت لما تعمل الكلام ده يكون ده ارجى الى ان هو يزيد انتمائك وحبك لأسرتك ومنه انتمائك وحبك لبلدك ولذلك ايه اللي حاصل اه ادي الاموال لاختك المحتاجة اللي فيها كل المنصفات اللي هو الاحتياج والفقر فانت ادي لها الاموال ده